نزلت في بفضل الله من الشبكة بالانكليزية كتاب أقل من متين صفحة اسمه أعتقد الطبيعة نيتشور اند جريكس هيك سمعه اند جريكس والاغريق بعدين اند ساينس اند هيومانيزم هيك اند 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 كتاب حول متين صفحة تقريبا في فقرة هذا يقول يقول كلما نظرت الى الصورة التي يعطيها او يبنيها العلم لنا للعالم اجدها صورة فقيرة جدا فقير خاطئ مش غنية مش مركبة بسيطة وضحلة قال العلم يمكن ان يحدثك ايه عن اشياء تكمم ايا كان ايه التكميم صحيح العلم تكميمي حتى بعضهم قال كل ما لا يقاس ولا يكمن فليس بعلم لورد كالفين لورد كالفين قال عبارته هذه عبارة خطيرة وتضرب ايضا ايه يعني في جذر العلموية من جهة ثانية على كل حال وقالك هذا هو طيب وتخرج اشياء كثيرة من العلم بصير صعب تقول لي ايه علم الاجتماع وعلم النفس وعلم انثروها بصير بكلها مشعلوم بصير بقات علم ضيقة جدا 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 فالمهم فقال ولكن العلم لا يحدثني لا اجده يحدثني بالمرة قال عن ماذا عن الالم عن اللذة عن الامل وبمعنى عن الاحباط والجأس عن القلق ما تحدث ولا عن ايه عن الاحمر والاخضر والازرق تكلم عن هذا وهذا ذكاء جميل من شرودينجر عجيب كيف العلم لا يستطيع يحدثنا ايه معناها نحن بلغتنا عن خبرة الالوان طبعا لا بحد ساكل كل حديث العلم عن الالوان وانهى مجرد ايه ترددات موجية ومش عارفة فيها بقيت ضمنا وكذا كذا هذا كله لا علاقة له بالخبرة انا اريد ان العلم ينفذ الى ايه جوهر خبرة الواعية بالالوان بالألم باللذة بالامل بالطموح بالاحباط بالانسحار قال هنا اجده صامطا هكذا قال صامطا مريعا سوكت ولذلك حتى نيتشي برزيك نيتشي ترى هذا المشهور المجنوع الذي يجونه في الاخير وقته نيتشي قال العلم الحديث سلب من الانسان كرامته وهذا صحيح وفهمك لكن انت مادة وحيوان متطوره برزيك نيتشي برزيك نيتشي برزيك نيتشي برزيك نيتشي وفيلسوف اعترف على فكرة اي واحد ملحد واي واحد عنده نزعة يعني تعظيمية للعلم متناسقا مع نفسه متناسقا مع نفسه لابد أن يقر بأن العلم لا يعترف بالمعنى العلم لا يضفي على وجود أي معنى لا على وجود كله ولا على وجودك أنت كإنسان ما في معنى بل يجعلك أي تسخر من سؤال المعنى ما رأيك؟ وحشر هذا بتفصيل في الحلقة يربما أي المقبلة لأنه سؤال ماذا؟ سؤال الغرض الصورة المعتقدية الرؤية الكونية البلد أنشاونج يعني سموها كل هذا المؤسسة على روح العلم الحديث تؤمن بلا غرضية العالم العالم ما عنده هدف ما عنده هدف ستقول لي إذا أنكر العلم غرضية العالم واشرحلنا ماذا الموضوع هذا وكيف ينكب كذا في الحلقة الجاية إن شاء الله إذا أنكر العلم غرضية العالم حتماً لا بد أن ينزلق لا لا حتماً طبعاً وقد انزلق وفعلها وانتهى كل شيء إلى ماذا؟ إلى إنكار أخلاقية العالم أن العالم نظام أخلاقي العالم ليس نظاماً لا أخلاقياً ولا نظاماً لا أخلاقياً ما هو هو محاين أخلاقي immoral immoral system نظام محاين أخلاقي له أخلاقي ستقول لي هل العالم يعبأ بي؟ سأقول لك هذا السؤال عبيط سيقول لك العالم والطبيعة لا تعبأ بك ولا تهتم بك ولا تتجاهلك هو غير دارية بك أصلاً طبيعاً غير دارية بك أصلاً إطلاقاً ما عند هذه الروح إن شاء الله خطيرة هذه سوف أفصل فيها إن شاء الله في مطلع الحلقة المقبلة حين أتحدث عن الزحزحة التي طالت الرؤية الكونية وصورة العالم في العصر الحديث بتأثير العلم الحديث ستقول لي ما هي الصورة قبلها؟ لا، كان هناك صورة أخرى للعالم مؤسسة على الدين على الرؤية الدينية وصار فعلاً فيه قطع كبير جداً هنا أخطر فصل على فكرة من فصول علاقة العلم بالدين ليس مبدأ التطور ومبدأ الكوبرنيكية ليس هذا، ليس هذا هذا سأفصل به إن شاء الله سنطلع الحلقة مقبلة أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم والحمد لله رب العالمين